السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مع الدرس الثاني والتسعين من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المتقدم يابان جلال إتشين تركشا إسطنبول كتاب جابير وصلنا الآن إلى الصفحة السابعة والخمسين قسم الدنلمة الوحدة الثالثة الدرس ب قسم الدنلمة وهو عنوانه شانس مو هل هذا حظ أم تعاسى الموضوع عبارة عن قصة صينية جميلة جداً سنستمتع بقراءتها وسنتعلم منها اللغة أيضاً نذهب الآن إلى مكان وجود القصة في الصفحة 200 و كذا وكذا 200 هذا 2B نحن الآن في هذا الدرس لا نحن في الوحدة الثالثة أذن يجب أن يكون ثلاثة 3A 3B نحن هنا هذه هي الهكاية ونبدأ بالقراءة على بركة الله هكاية هكاية في الوحدة الثالثة في الوحدة الثالثة ونبدأ بالقراءة الثالثة كان يوجد رجل المسين في أحد القراء كسر الوحدة الثالثة 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 سإستيأرها وفقير هذا��صل رجل المسين فقير هذا الجديد وطولدف أجري لكن tenido جديد من خائر الثالثة أن يكون ثلاثة الثالثة Projekt الثالثة تقسن كان مرات هذا المعادر لم نتاح بشكل كامل لكنهه وما لم يتنسل كمهما كان تصوير مياه كان صوري يوجد صوري كان صوري يوجد صوري كان صوري يوجد صوريا كان صوري يوجد صوري دل لرادستان أسطورة على الألسن ببيضات وارمش كان يوجد كي لدرجة أنه كان عنده حصان أبيض هو أسطورة على الألسن لدرجة أنه كي وارمش كي كرال بلا بأت إيشن اهتيارات تكليفة مش كرال بلا حتى الملك عفوا كرال الملك بأت إيشن من أجل هذا الحصان اهتيارات تكليفة مش اهتيارات للمسني أموال كثيرة تكليفة مش كلفه يعني عرض عليه أموال كثيرة أما أدم سطميا ينش ممش لكن الرجل لم يقترب أبدا من البيعي سطميا إلى البيعي ينش ممش لم يقترب من البيع يعني لم يقبل بالبيعي أبدا بؤت برأت ديل بنم إيشن بردست انسان دستنو سطرم بؤت برأت ديل هذا الحصان ليس حصانا بؤت برأت ديل بنم إيشن من أجل بردست هو صديقي وعزيزي هذا الحصان ليس حصان بل هو صديقي وعزيزي إنسان دوستنو سطر مي؟ وحل يبيع الإنسانو صديقه؟ دار مشهب، دار مشهب، هكذا كان يقول عندما يعرضون عليه بيع حصانه يقول هذا ليس حصان هذا صديقي، وحل يبيع الإنسانو صديقه؟ من صدق في في حدى السباحات استيقظوا فلم يجدوا الحصان إنه ماذا صارو يقولون له كان معروفا كان معروفا استخدم عقلك كرالا ص graduation أمرن صندوق بير كيل عماري كرالا ص warriors لو جدت youtuber كرالاً للملك سات السا لو باع هاتتظ لو جدت إن أمرن صندوق حتى نهاية عمرك بير كيل عماري اللعشت بير كيل عماري مثل أستاذه لو بير كيل عماري اللعشت إلى نهاية عماري كمثل السادة شمدي نپارن وار ندأ أطن قالوا شمدي نپارن وار ندأ أطن الآن شمدي نپارن وار لا عندك مال ندأ ولا أيضان اطن ولا حسان ذهب حسانك وذهب أمارك احتيار كرار ورمك için أجل اتمين قال لهم الاختيار رجل المسين من أجل أن تطعوا قراراً لا تستعجلوا على اتخاذ القرار من أجل أن تطعوا قراراً لا تستعجلوا على اتخاذ القرار سادجا أتقيب دين قولوا فقط الحصان غاب لكن السرقل لا يسرقل نندم لا نندم هذا كله لا تستعجلوا عليه لأن الحقيقة هذه هي الحصان غابة لأن الحقيقة هذه هي الحصان غابة لأن الحصان غابة تعليقكم أنتم وشرككم أنتم وفهمكم أنتم وقرار أنتم أعطيتمه وليس هو الحقيقة اتم 간فلفيọi هذه المقص التقي donating تعليقنا في القناة بالعبة على تقصار غابة وتعليق به هذا المقصر ما على الحقيقة rethink أو أقدر حذه المقصر أنا لا لا indicated اتم غابة عِيَا بُحيصَانِ كل مقصر هكذا هناك unpacked اط61 أغلب منومpt man أرد من کارلا stabilize نحن نعرف هل غياب الحصاني حظن سعيدن هم حظن تعيسن çünkü bu olay henüz bir başlangıç çünkü bu olay لأن bu olay هذه الحادثة henüz إلى الان bir başlangıç يعني هي عبارة عن بداية bundan sonra ne olacağını kimse bilemez bundan sonra ne olacağını بعد هذا ماذا سيحدث kimse bilemez لا أحد يعرف كويلولار اهتيارا kahkahalarla gülmüşler كويلولار اهتيارا القروعيون على الرجل المسن اهتيارا kahkahalarla بقهقهة يعني ضحك بصوت عالي gülmüşler ضحكوا ضحكوا بالقهقه ardan 15 gün geçmeden آت bir gece ansızın dönmüş ولم يمر على هذا الحدث 15 يوم إلا وقد عاد الحصان فجأة ardan 15 gün geçmeden ardan بعد هذا 15 gün 15 يوم geçmeden قبل أن تمر آت الحصان bir gece وقد عاد الحصان احضر معه 12 حصان وحشيان دوناركن اثناء عودته ذا أيضا واد دكي التي في الوادي 12 وحشيات حصان وحشيان به tiếng پشين تعالحه وتتبعه به مرغ ونحظه بهتر تعالحه تتبعه وتعالحه وإحضره قَدَّمُوا اِتِدَارَهُمْ مِنَ الرَّجُلِ الْمُسِنِ sen haklı çıktın atın kaybolması bir talihsizlik değil adeta bir devlet kuşu oldu senin için şimdi bir at sürün var sen haklı çıktın لقد خرشت محقا لقد كنت محقا sen haklı çıktın atının kaybolması غياب حصانك bir talihsizlik değil sen haklı çıktın adeta adeta bir devlet kuşu oldu çarılıklı çarılıklı yani çarılıklı sen haklı çıktın şimdi bir at sürün var alan indek katiyon bir ahsınat bedel hizan 1 mada hızı mada kalı laha kıyım mada ajabı yine karar vermek için ajalak diyorsunuz demiş ihtiyar demiş ihtiyar demiş ihtiyar demiş ihtiyar yine mereten ukhra karar vermek için min eceli ıhtaa el karar acela ediyorsunuz testa acilun demiş ihtiyar sadece atın geri döndüğünü söyleyin hizan kulu kulu هذا الحدث ماذا سيحدث عنه نتائج نجد رجاني؟ هنوز بالميوروز بودها باشلنجج هذه عبارة عن بداية برنجي جملة نين برنجي كلمة سيني اقول اكماز كتاب هكذا نصل فكر يرتب لرسنس عندما تقرأ اول كلمة من اول جملة في الكتاب كيف يمكن ان تعطوا حكما عاما على الكتاب؟ هذه عبارة عن كلمة من جملة من صفحة من كتاب فاذا قرأنا الكلمة الاولى من الجملة الاولى من الكتاب فهل من الممكن ان نعطي حكما على الكتاب؟ ولو اعطينا حكما فمن المحقق ان حكما سيكون غير دخيخ برنجي جملة نين الجملة الاولى برنجي كلمة سي كلمتها الاولى الكلمة الاولى الجملة برنجي جملة نين برنجي كلمة سيني اقول اكماز يعني اول ما تقرؤوها كتاب هكذا دعاني الكتاب كيف يمكن أن تسيرون أفكاركم؟ يعني تعطون أفكاركم عن الكتاب وأنتم من تقرأوا سواء الكلمة الأولى منها جملة الأولى كويلولار بودفا أتكتشى احتيار لضلغة جيش بمشلار أما إتش لرندن هو أدم صاحبا أبطال ديار جيش بمشلار القرويون لم يهزأوا من الرجل المسن لأنهم قالوا في قلوبهم هذا الرجل حقا مجنون كويلولار القرويون بدفا هذه المرة دفع أصله كلمة عربية أتكتشى بشكل صريح اهتيار له مع الرجل المسن دلغة جيش ممشلار لم يسخروا دلغة جيش مك بالأصل دلغة الموجة لكن دلغة جيش تي يعني مر موجة معناها الحرفي لكن معناها الحقيقي هو السخيرة بندن دلغة جيش مين أو بنملة دلغة جيش مين لا تهزأوا به دلغة جيش ممشلر لم يسخروا اهتيار لا تهزأوا من المسن لأنهم لكن من قلوبهم من داخلهم هذا الرجل صاحبا فعلا أبطال غبي ديه جيش ممشل هكذا مالو هكذا تكلمة عرفسيه تربيتها تشلشان الذي يعمل على ترويض الأحسنة هذه اهتيار تكولو الولد الوحيد لهذا الرجل المسن التندشمش سقط من الحصان وأيان كرمش وكسر رجله أذن كتشميني تامين أدن أقول شمدي أزن زمان يتكتا كل جرمش الشاب الذي كان ينفق على البيت الآن سينضي وقتا طويلا في الفراش وسيصبح الرجل الفقير فقير أكثر أذن كتشمي مصروف البيت تامين أدن الذي يؤمن مصروف البيت أقول الولد شمدي أزن زمان فترة طويلة يتكتا كل جرمش سيبقى في السرير كيلو لر جنة جلمش للإهتيارة كيلو لر القرميون جنة جنة يعني ينة يعني مرة أخرى جنة جميلوا بداية إلى ن تك اول ولدك الوحيد بجانا لرجده ازون سورة لفترة طويلة كلنا ما يجاك لن يستطيع أن يستعمل اويسا سنبقاك باشكس دا يوك اويسا مع أنه سنبقاك سينظر إليك سيعتني بك باشكس سواه يوك اويسا سنبقاك باشكس دا يوك ولا يوجد أحد ينظر إليك ويعتني إليك بك سوا ولدك شمدي اسكسين دا ها فكير دا ها زواللو علاككسن الان ستصبحوا فقيرا أكثر ومسكين أكثر شمدي الان اسكسين دا مما قبل دا ها فكير فقير أكثر دا ها زواللو مسكين أكثر علاكسن ستكون دا هكذا قالوا احتيار سيز اركن قرار verme حصلين تتولمشس قال لهم دا ها جواب ليش هكذا أجابهم أجابهم وقال لهم أنتم مرضى بإعطاء الحكم السريع على الأشياء بعدم التفكر والتدبر سيز أنتم أركان قرار verme حصلين مرض إعطاء القرار بشكل مبكر أركان مبكر كرار verme إعطاء القرار حصلين تتلمشس لقد تتلمشس لقد تتلمشس تماسكتم تتمك إمساك تتلمك يعني أن يتماسك يعني لقد سيطر عليكم مرض إعطاء القرار المبكر أو الحكم على الأشياء من السطر الأول من بدايتها أكدر أجلا إتمين أولن بجانا كرد جلشك بو أتسيح سيزن بردينيز قرار لا تستعجلوا الحقيقة أن ابني كسر رجله أما بقية الأشياء فهي تعنيقاتكم وقد لا تكونوا صحيحة أكدر أجلا إتمين أكدر أجلا إتمين لا تستعجلوا إلى هذا الحق أولن بجانا كرد ابني كسر رجله رجله هذه الحقيقة أتسي وسوى هذا أتسي أتسي سيزن بردينيز قرار هو قراركم أنتم أنني سأكون فقير أنني سأكون مسكين وباشك أتسي سنين بردينيز قرار أما أجابا نكدر دور أما أجابا نكدر دور لكن أجابا كم هو صحيح قراركم هو أحكامكم التي أطلقتمها ما ينسبته صحاتها أتسيها أتسي لأننا مباشر بالحياة أصيب الكثير على Loud حقيقة أنشي لوصي شي؟ ماذا سيحدث؟ سزا لكم أصلا بالنماز لا يمكن أن يعرف مطلقا بعد عدة أسابيع الأعداء هاجموا المملكة بأعداد حينة بعد عدة أسابيع دشمال الأعداء بيكبر أردو بجيش بخم عرامرم إلى جيش صالدرمش هاجموا كرال صن برأمتلا إلي سلاح تطان بتنجنشلري أسكرة تارمش والملك كآخر فرصة جمع كل شاب يستطيع حملة سلاح لكي يدافعوا عن المملكة كرال الملك صن برأمتلا بأمل أخير يعني آخر أمل ألي سلاح تطان؟ ألي يده سلاح سلاح تطان تمسك؟ كل الشباب الذين يمكنوا ليدهم أن تحملوا سلاحا أن تحمل سلاحا أسكرة تطانموا لإلتحاق بخدمات الجيش أسكرة إلى العسكرية تطانموا لديهم أخذوا كل شباب القرية إلى الجيش معدى ابن الرجل المسن الذي رجله مكسورا اهتيارا كرق بجاك لأوله اهتيارا الرجل المسن كرق بجاك للمكسور رجله أوله ابنه ابن الاختيار الذروجي المكسور دشند خارجه بوتون جينشلري كل الشباب أسكرة تشارمشلر دعوهم إلى العسكرية وماذا حدث أيضا؟ كيو ما تم صارمش عانق القرية حزن مأتمي كيو القرية ما تم مأتم يعني مأتم حال الوفاة كلمة عربية صار مش عزاء يعني صار مش عانقها يعني لفت القرية لفائف الحزن لماذا كل القرية حزنت؟ لأنه صارمشا كذا نلمصنا إن كان يقمش قدان جنشلرين يؤلجاني يدأسير دشجاني هيركس بلير بجورمش لماذا كل أهل القرية حزنوا؟ لأنه فرصت الفوز في الحرب كانت ضئيلة جدا الشباب الذين ذهبوا إلى الحرب إما سيموتون هناك أو سيموتون أسرع لأنه صارمشا لربح الحرب إمكان يقمش لا يوجد إمكان جدان جنشلر الشباب الذهبون يؤلجاني إما سيموتوا يدأسير دشجاني وإما سيموتوا أسرع هيركس بلير مش كل شخص يعرف هذا لأنه جنش لعدو كبير جدا وقوي جدا وهم ليس عندهم من إمكان يريم قواته كويلولار ينا إحتيارا جالمشل البرحة الورسית como الشخص يعرف ظهر. الشباب الذهبية مرة أخرى لقد ثبتوا أنك كنت محقا كنثل الدول ثم إثباتوا ثم إثباتوا ثم إثباتوا ثم إثبتوا ثم إثبتوا ثم إثباتوا قَمَتْ دَلِقْ قَمَاتْوَ وَاَلَّذِينَ لَنَا يَعْنِ أَوْلَادُونَا بَلْكِ دَهِمَا يَا ابْنَا يَنْا يَا نَسَطِيوا الْعَوْضَ إِلَى الْقَرِيَةِ اولون بacağının kırılması talihsizlik değil şansmış فإذا بإنكسار رجل ابنك ليس حظاً سيئاً بل هو حظاً جيد أولن ابنك بجاناً رجله كرلمس إنكسارها طالح سيزلك ديل ليس سوء حظاً شانس مش إذا به حظ ما يرمع أنه يعني فإذا به فإذا بره كسر رجل ابنك ليس سوء حظاً بل حسن حظاً ماذا قال لهم رجل المسين؟ سيز أركان قرار برما يدوامدن دمش اهتيار دمش اهتيار قال اختيار قال اختيار أنتم أكملوا حياتكم بإعطاء القرارات مبكرة سيز أنتم أركان مبكراً قرار برما يدوامدن دمش اهتيار أويسا مع أنه نأولجان ماذا سيحدث كمسالر بالماز هكذا كمسالر بالماز لا يوجد أحد يعرف ماذا سيحدث بلنان بيرتك جرشك وار بلنان المعروف تكبر جرشك حقيقة واحدة وار موجودة هناك حقيقة واحدة موجودة بَنِمْ أَغْلُمْ يَنُمْدَا وَلَدِي بِقُرْبِي سِزِنْكِلَرْ أَسْكَرْدَا أَوْلَادُكُمْ فِي الْعَسْكَرِيَّةِ أَمَا بُنْلَرِنْ هَنْغِلَرِنْ هَنْغِسِنِنْ تَالِحْ هَنْغِسِنِنْ شَانْسِزْلِكُ بَنِمْ أَوْلَادُ كُرْبِي سَيْتَالِهِ لكن اَيْوَحِدَةِ مِنْ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ حَظٌّ وَاَيْوْسُوا حَظٌّ فَقَتْ يَعْرِفْ لكن بُنْلَرِنْ مِنْ هَاولَاهِ هَنْغِسِنِ اَيْوَحْدِ فِيهَا تَالِحْتَ سَعِيدُ هَنْغِسِنِ اَيْوَحِدْ فِيهَا شَانْسِزْلِكُ حَسْتَعِيسُ أَنَّهُ صَدَيْسَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَرِفْ هَذَا لِيَوْتْزُ اَيْكُسُنُ قِصِتْ لِيَوْتْزُ شُو نَسِيحَتْلَ تَمَامْلَمِشْ اَكْمَلَ حِكَيَتَهُ بِهَذِهِ النَّصِحَ مَذَا قَالَ هَذَا الْحَكِيمُ قَالَ اَجَلَ 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 بَقِبْ تَمَامِ حَقْقِندَ كَرَرْ بَرِمَكْتَن قَالَ لَهُمْ اَجَلَ قَالَ اَجَلَ قَالَ قَالَ لَا تُعْتُوا قَارًا سَرِيْعًا حَيَاتِن كُتُكُّكْ بِرْ دِلِيمِ حَيَاتِنَ الْحَيَةِ كُّكُبِرْ دِلِيمِ قَتْعَ صَغِيْرَ قَالَ اَجَلَ اَجَلَ ثم إعطاء قرار عن هكذا كلها مثلا إذا ننظر إلى جزء صغير كما قلنا الكلمة الأولى من الجملة الأولى من الكتاب ثم ننظر إلى حدث صغير في الحياة ثم ننظر إلى حدث صغير في الحياة ثم نعطي فكرة عن الحياة كلها أنها تعيسة وهكذا قال لهم أهربوا من هذا الشيء القرار هو حالة توقف العقل عن العمل س الطquarter هو حالة توقف العقل قرار مو chasing 물� practitioners إذا أعطيتم قرارا فأنتم توقفون عقلكم عن العمل هل أعطيتم قراراً؟ يعني فور إعطاء القرار دشنمي التفكير دولي السئلة نتيجة لهذا إذا أعطيتم قراراً فأنتم وقفتم عقلكم وبناء على هذا وقفتم تطوركم قرار بردنزمي دشنمي دولي السئلة ونتيجة لهذا قليشمي التطور دول درور سنس توقفونه يعني لا تعطي قراراً أن هذا الشيء جيد أو سيء بل يعرفه أنه جزء وحاول أن تحسن كل شيء لأن إعطاء القرار أن هذا الشيء سيء أو حسن يعني التوقف عن التفكير وبناء على هذا التوقف عن التطوير نكمل القراءة أكل إنسان دائماً كراراً زر لر أكل إنسان دائماً كراراً زر لر العقل دائماً يجبر الإنسان على اتخاذ قرار لماذا؟ حتى يجبر الإنسان على اتخاذ موقف حتى يرتاح العقل من العمل خلاص قل هذا الشخص سيء وعمله على هذا الأساس يرتاح عقله أو قل هذا الشخص ممتاز جداً وعمله على هذا الأساس يرتاح عقله لكن إذا قلت أن هذا الشخص سيء ربما يكون حسن وتخسر أشياء كثيرة كان يمكن أن تستفيد منه وإذا قلت أن هذا الشخص حسن ربما يخادعك في مرة من الأيام ويطعنك في ظهرك فتصاب بمصائب من خلفه لكن قل فعل فعلا حسنا فعلا فعلا سيئا لكن لا تحكم عليه بشكل عام أكل إنسان دائما قرارا زورلار دائما العقل يجبر الإنسان على إعطاء القرار على اتخاذ موقف أويسى مع أنه جزي أصلى صناع ارماز مع أن الرحلة لا تنتهي أويسى مع أنه جزي الرحلة أصلى مطلقا صناع ارماز لا تتوقف مدام الإنسان يتلفز فيمكن أن يتغير اليوم شخص نراه من الأولياء غدا يمكن أن نراه من الشياطين واليوم إنسان شيطان غدا يمكن أن يتوب أويسى جزي مع أن الرحلة أصلى صناع ارماز لا تنتهي هكذا قال رسول الله إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها يعني الشخص يكون جيد جيد ثم ينتزع في لحظة أو يكون سيء سيء ثم يتوبه ويعوده إلى طريق الصواب أويسا قزي أصلا صنا إرماز لأن الرحلة لا تنتهي أبدا بير يول بتاركن عندما ينتهي طريق ينسي باشلر يبدأوا واحد جديد إذا ما انتهى الطريق يبدأوا طريق جديد بير كبير 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 عندما يبلغ باب باشك سأتشلر يفتح باب آخر إذا حدثت مصيبة من مكان فمن الممكن أن يأتي خلف هذا المصيبة نعمة وهكذا بير يول بتاركن عندما ينتهي طريق ينسي أتشباش تار يبدأوا طريق جديد بير كبير 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 كان عندما يغلقوا باب باشك سأتشلر يفتح باب سواه بير هدفا ولشرسنس إذا وصلتم عندما تصلون إلى هدف ولشرسنس تصلون ودها يكسيك بير هدفين وهدفكم الأعلى همن أرجكتا والدونو دررسنس ترون هدفكم الأعلى هناك يعني إذا وصلتم إلى هدف عندها ترون الهدف الأعلى هذه الجنة الأخيرة نعيدها بالهدف تصلون إلى هدف وذهب يكسك بالهدف وهدف أعلى أكثر همن فورا أرجفت في ذلك المكان ألدون أنه ترونه عندما تصلون إلى هدف ترون هدف أسما وأعلى انتهى نص الاستماع نذهب الآن إلى أسئلته لنحل لها الصفحة 50 وكذا هذه هي أسئلة النص هل هو حظ سعيد أو حظ تعيس متنيد ليلم لنستمع إلى النص يقد استمعنا إليه صور لر جواب ليلم لنجب لنجب عن الأسئلة أولا يا طعة اقول سؤال Well يا true約 ألم أتني لم ي shortageم يا رجل المس coalitionة أعطانه عندما طرح بűن الله لماذا لي بيئه لماذا لن نجب لنجب أن ي Curiosity mau لماذا لي بيئه في الله أولا يا ط4 في توضيع لعدن أحسنه كيليات وقربية لكي يحبونون من المجتمعين وتحديث عن المجتمعين المجتمعين الثاني الثالث يقول يقول هل يحبون هل يحبونه هل يحبونه هل يحبونه هل يحبونه ماذا كسبته؟ نالر كيبتر يور ماذا جعلته يخسر؟ عودة الحصان الهارب حصان الرجل المسن ماذا جعلت الرجل المسن؟ كذن يور يكسب وماذا جعلته قيبت يور يخسر؟ نالر كذن درد ماذا كسبت؟ نالر كيبتر دي ماذا خسرت؟ السؤال الرابع دردونجو سرو برأيكم اهتيار الرجل المسن شانسل ماذا محفوظ ام شانسل ماذا عديم الحظي؟ السؤال الخامس والأخير يقول اركان قرار اعطاء القرار بشكل مبكر اركان قرار اعطاء القرار بشكل مبكر ماذا تكسبه؟ نالر كيبتر وماذا تجعله؟ يخسر انتهى الدرس الثاني والتسعون في الدرس القادم ان شاء الله سنقرأ اليازمة والكلشما قسم المحادثة وقسم الكتابة عن ماذا سوف يكون موضوعنا وعن ماذا سنتحدث في الدرس القادم نلتقي بكم ان شاء الله دمتم بخير لا تنسوا كتابة النص ان ارتهم الاستفادة منه بشكل كامل اكتبوه تستفيدوا جدا اقل لخصوه اقل استمعوه مرة وانتين وثلاثة اللغة تأتي قطرة قطرة وقطرة قطرة كما يقولون بالتركية تصنع بحيرة دملايا دملايا قل اولور دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر